السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم تابعيني القرام وتابعي القناة من آخر خلاص معكم محمد نور الدين ترتب فرق الدور الاسباني وترتب الهدفين بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 7-1-2023 في الجولة 16 من الدور الاسباني وتابعيني القرام لأول مرة تزولوا في القناة نزل اشترك في القناة بداخل الزر الأحمر أسفل الفيديو وكتب على الاشتراك وسبسكرايب اعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله اليوم في ريال فازت على الريال المادريد 2-1 احرص دفاع في ريال يريمي بينو في ديه 47 الهدف السنة عن طريق جيرار دوميرينو درب الجزاء في ديه 63 ريال المادريد سجل هدف ابو ابراهيم كريم بن زيمة في درب الجزاء في الديه 60 اعتقد ديه اول هزيمة لريال المادريد مايوركا فازت على بلد الوليد 1-0 احرص الهدف لمايوركا براتس باستيداس في ديه 94 واسبانيول تعدلات ام جيرونا اتنين اتنين احرص دفاع اسبانيول خافيير باودو في ديه 51 وخسيرو في ديه 76 عدفي جيرونا عن طريق توني سواريس في ديه 32 وينخل هريرا في ديه 85 متبعين الكرام اه غدا بإذن الله تعالى الاحد 8-1-2023 عملنا فيديو طبعا مواعيد مباريات الجولة كاملتا سيبولوك في نهاية تازل فيديو توقع لمبارات عدلاتكم مجرد امبارشلونا في التعليقات والمعلق حسن العيدة روس المباريات السابقة الجولة بدأت امس الجمعة 6-1-2023 خسرت من سلتا فيجو فالانسيا خسرت من قادش بالنسبة لترتيب الفرق وترتيب الهدفين تصدر الدور الاسباني المركز الاول برشلونا في 38 نقطة ريال مدريد المركز الثاني 38 نقطة ايضا ريال سوسداد المركز الثالث 29 نقطة كده برشلونا متأهل على حساب ريال مدريد ريال برشلونا هو المتصدر بفرق الاهداف يعني ريال كمان برشلونا لو فازت ستكون فرق ثلاث نقطة ريال سوسداد المركز الثالث 29 نقطة اتلتكم مدريد المركز الرابع 27 نقطة فييري المركز الخامس 27 نقطة اتلتك بالبقى المركز السادس 25 نقطة ريال بتيس المركز السابع 25 نقطة رايو فيكان المركز السامن 23 نقطة سوسداد المركز التاسع 23 نقطة ميروك المركز العاشر 22 نقطة فالانسيا المركز 11 19 نقطة جيرون المركز 12 18 نقطة الميروك المركز 13 17 نقطة خيتي في المركز 14 17 نقطة بلد الوليد المركز 15 17 نقطة سلتا فيجو المركز 16 16 نقطة قادش المركز 17 15 نقطة اسبارينو المركز 18 14 نقطة ايش بيليا المركز 19 12 نقطة تحت اوي وإليتش المركز عشرينو الأخير بأربع نقاط تبعاني القرام بالنسبة لترتيب الهدفين المركز لاور روبرت ريفاندوفسكي لعب برشلونا المسجل 13 هداف المركز ثاني خسيرو لعب اسبانيول تسعة اهداف المركز سالس بورخ لعب ريال بتيس سمانية اهداف وإيوغس باس لعب سلتا فيجو وابو ابراهيم كاريم بنزيم لعب ريال مادريد وفيدات موليكي لعب ميوركا مركز الرابع برايس منتيز لعب ريال سبعة اهداف ومركز الخامس الفارو مرات لعب قتلتكو مادريد ستة اهداف وفيدريكو فالفردي لعب ريال مادريد ستة اهداف المركز ثاني انتون جرز من لعب قتلتكو مادريد سنة خمسة اهداف وعثمان دينبيلي لعب برشلونة المركز ثالث هوغو غيى من لعب لانسا سنة عربها اهداف وروبرت الفنتفسكي لعب برشلونة ورودريغو لعب ريال مادريد واليكس جارسيا لعب جيرونا وبرايم هيريرو لعب اسبانيول اشترك في القناة فعلى زر القرصة اعمل لايك الفيديو وكان معكم محمد نوردين اشترك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته